اشتركوا في القناة على وقع فاجعة آلمتنا كمجتمع مدني وفاجأتنا لدرجة أننا لم نصدق الخبر شخص ستين يقدم علاقة زوجته وشقيقه وابن شقيقه بالرصاص الحي بواسطة بندقية صيد تأكدنا من الخبر وتأسفنا لما حدث الجاني يسلم نفسه إلى قيادة الدارك الملكي بالولاد موقنا بإقدامه على الجريمة تحت وقع ضغوط نفسية أثرت على الجاني وجعلته يقدم على فعلته الشنع طبعا نستنكر ذلك ونتمنى أن تكون ظروف ربما لا نتكهنوا بالظروف لأنك تبقى الأسباب غامضة وكين تحقيقات ما نصبقوهاش نحن كحقين دي ما نقدروه ما نحاولوش نكون عندنا واحد ضغط على جهة من جهة ما ولكن عندنا مجموعة من الملاحظات ملاحظات من بعض المنابل الإعلامية التي تحاول تتروج لبعض الدعاءات والافتراءات لما بقي بحل لكي يوجهه وجهة التحقيق الواحد بالوجهة ما هذا من جهة من جهة أخرى بالنسبة للوسيلة الوسيلة الصيد الوسيلة السلاح والسلاح اللي هو المتناول جامع بكل أريحية يمكن أن تجي لحظة خارج الزمن وخارج المكان وخارج تحت ضغوط نفسية يمكن أنه يقدم على أنه يفرغ ذلك البندوقية في أشخاصنا نحن بالأمس كانت جريمة نكراء وفي نفس القيادة الجهوية الدرك الملكي بسدر حال ونفس العملية بنفس الطريق إذا بنا هنا في منطقة الأولاد تحدث تأييتها على القيادة ونفس العملية هذا يحينا أننا ندير السؤال على السلطات أنها تحاول نحن كحقوقيين وكمنظمة حققية كناجد السلطات أنها تعيد نظار في الترخيص لهذه الأشخاص كأشخاص وتكون شروط لتكون شروط موضوعية وشروط كتقيس الشخص كشخص وتكون دورات كوينية أنا على مستوى القيادات وعلى مستوى الدائرة عندي الأشخاص لحامل السلاح ومرخص لهم ندير لهم دورات كوينية دورات حسيسية كيفاش يتعاملوا مع السلاح أولا طريقة تخزين دورات كوينية وغيرها من هذا أبدا نحن وتكون لا فيزيت رأى الشخص اللي خاد هذه الرخصة خادها في وقت ما تكون واحد لا فيزيت رأى السيد يمكن معرض للضغوط نفسية يكونوا مرض نفسانيا على مستوى السكار على مستوى الضغط هذا من جهة من جهة أخرى كانت مننا من السلطات أن تعيد نظار على الوضع الوضع ككل الوضع الاجتماعي اللي تعيشه المنطقة رأى هذه الظروف الله يهديد المسؤولين يشوفوا فينا رحنا هاد منطقة من خلالها أقصى من تقف في جهة الضارة بيضا أسطعت رأى قليل فاش كتكون ش التفاتة ولا شي حاجة لا مشاريع لا لبنية طرقية صحيحة لا 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 لمرافق اجتماعية لا لا لمرافق تقفية لا 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 � كنتمنى أن السلطات تشوف على مستوى التنموية وتبرمج هذا المنطقة على مستوى التنموية ببرمجة المشاريع مهيكيلة لهذه المنطقة والتنمية لهذه المنطقة بسبب هذا الجريمة التي هي جريمة بشعة جداً الساكنة بقى مصدومة لأنه حالياً عندما ترك فائل الجماعة وفائل الحقوق لا نستطيع أن نستعصغ هذا الجريمة كما نقوله نحن نفهمها لأنه ليس صعباً لأن الجريمة كانت تقريباً نقوله نحن نحن في ثلاثة الواد بحكم أننا لم يكن لدينا القرقوب لم يكن لدينا كل المؤثلات القوية لم يكن لدينا أبداً أن هذه الجريمة تكون لدينا وخصوصاً أنك يقول لك الرجل كان يقوله نحن شعار بعقله وكان من الجارية المغربية المقلمة في الخارج وراجل ميسور وتار رجل الكريم لأنك يعرفون أن الناس ماشي بتصدر من النوب على هذا الفعل يعني كما قلنا نحن فعل صعيب قتل الإنسان ليس له مبرير كما يريد أن يكون نوع دياله ضد الحروب ولكن لكي تقتلوا أخ ديالك والزوجة ديالك في واحد اللحظة ديال الغضاب ولا في واحد اللحظة ديال لا أردت وله اللحظة ديال لحظة مخططة لها لا تقبلناه المجتمع بقي ما قبلهاش بحكم أن المجتمع اللي كانعيش فيه واحد مجتمع ديال القابلة اللي القابلة فيه يليك تحكمين مثلا القابلة يقول لك رك ظالم رك ظالم مثلا أصعب حاجة لأن القابلة تنبدك يعني تخرجك منها ما كيكونش يعني توقع لك شي مشكلهم ويأخذوا الحقك يعني ما هذا السيد يعني كنقولك ما اصدم المجتمع وهذا رغض يبقى ربما غض يبقى في المجتمع أدنى الحاديث واحد خمسة عشر يوم ولا واحد الشهر وغد تبقى هاد هاد الحاديث يعني ربما نعود وحنا للأحفاد ديالنا والأحفاد ديالنا لأنه أول مرة أول مرة أنا المجتمع ديالنا كيعرف حاديثة تقتل بالسلام رادك الشي القديم ديال فرنسا مع وغالبا تاب فرنسا مع من اسمعنا بحكم أننا كان عدنا لأعيلة من اللي كانت المقاوم مع من اسمعنا ان شي واحد يعني من ابن المنطقة انه تم القتل دياله بسلاح كان الخال ديالي هنا مثلا ضربوه ولكن تاب فرنسا فين ضربته ضربته وغل الجلو يعني ما كان شا يعني شي حاديثة ديال القتل اللي اسمعنا عليه ان واحد الإنسان تم ضرب دياله بسلاح الناري صعيب وحتى يعني في التقاء ديال القاعدة ديال ولاد عبدون مع القاعدة ديال مصعب يعني فيها الوحيش يعني كين حاملين السلاح كيني بزاف يعني ولد ابن عدم كيقول كيف هاشد الناس حاملين السلاح وشال يتقلق ورطلع عليه الدم يخرج يقتل درب ولا يقتل قبيلة يعني مجتمع ديالنم بسضعهم ده برا غا تقول كالنظرات دياله انم بسضم كما قلنا ما قدرناش ما قدرش يستوعب واحد الجريمة اللي غير مؤتدة يعني كنتج جرائم القتل نرى كتوقع واحد الجريمة من رفعام ولا من رفعامين وجريمة ماشي كتكون جريمة متأمدة للآخر جريمة كانت عدنا غير واحد جوج تضربوا وقل الله اخوانه غير بغير يخلعوه ضربوه هنا ضربوه هنا ربما صاب لي شعار قديلوه هنا وبحكم انه في العربية يعني تلئي سعاف كتتعطى المات يعني ما كان شاعدوا الهدف انه هو غد يقتلوله يعني هدف دينه شنو بغير كي يقولوا احنا بغير يضربوا الوجه هو يدير فيه واحد العلامة يعني صعيب باش انه احنا نستوعبوا انه رواح المجتمع ما فيش يعني ما فيش هاد الهد العمليات تواحد نارج واحد سيد يعني يقتل بالسلاح صاب الناس في يعني في مناطق اللي هي حساسة على المستوى ما تنصدروا على مستوى الرأس احنا ما عرفناش بالضبط شن الناس تصابوا يعني راه كانت تخطيط ولا كان لاعلم يعني كما قلنا احنا معي كان الاخذه competitين هذا الجانري الاخ دياله الشقيق دياله وكان ابن الاخ دياله وكان الزوجة دياله يعني فيزججججججججججججججججج mettre UPAD او اينو رأيدي اقتل دوك الناس. انا انسان اللي يسويه وبعقلوه وما كي يعني ما كي استعمله ولا مخدرات لسه حاجة يعني انسان طبيعي عادي غدي تشوفوه بحل جميع الناس الاسويع توقع ناش رالجاري ما غدا تجي غدا تجي من غدا تجي من جي من ان شخص لي هو يسوي ويقتل لها الى دياله على غيرار ما وقع فسلا لان انا لو تهدك شي لي وقع فسلا رهنا ما راه راه هاد المجتمع اللي غن دوعلي احنا تنمستوع على المستوع مثلا اسلا وربعنا فيها الجاري ما وفيها اسلا ما استوعبتهاش كيفاش هنه هنه فمزاب لي مجتمع فيه هدك شي قليل اش مجرائي ما اده جرائي ما احنا جرائي مطوض كارجع لان متان غاد يتمشي تال عدد متان الضابة الاشام وواد كي اتاقلوا وواد الاسحاب لي معدوش كمامة كي قيدوا لي يعني جرائي بشكل يومي ما كينش ما كينش حاجة اللي قليلة ما ممكنش تتواقف تقول كواحد السيد راد ارتاكب واحد الجاري ما باشي اقتل اقلت اقلت من الآيلة كامل يعني بعد اقلت ثلاثة الاشخاص في يوم واحد مستحيل اننا نستوعبوه اجنى وانتا قدت بشكل دابات وغيتنا اسغلت تتبع في راسك كيفاش انا قدتنى ولي تحلل هذا شي كي يوقعها في ميليكان لانتا قدونا المجتمع المغربي معدناش هذا شي لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد